السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بيات الله بالعزة. مرحبا بالأطباء الكرام. معكم الدكتور وضاح الحاج. أستاذ بيردونتولوجي عندور الميديسين. طب الفم وامراض وجراحة اللفة. طيب اليوم مع الجزء الثاني من محاضرة الدياقنسيستو التنفيذ بلان أوف ايم بلانت تكلمنا في المحاضرة الاولى عن عن اليوم بنتكلم عن طيب زي ما احنا عارفين انه معانا يهمنا جدا في مريض الامبلانت وفي منطقة استكريدات ان احنا نشوف ونعرف اه موضوع انه كيف عنده حكاية السمايلاين والليب لاين والاشياء هذه كلها آآ السماي了 سيمترى عنده لانو زي ما قالنا دائما لما يكون عندنا واحد عنده هاي سميلا آآ مريض عنده له هاي الليب لاين غير واحد لما يكون عنده لوس الليبلاين حتى يعني لو كانتشة الجينجيوه مية في المية معاك لو كانتش ال الليجيوه مية في المية خلاص يخفيها لكن هاي الليبلاين فضح لك الشغل بكل ها. كمان سمايت لاين طبعا لازم اتأكد برضو حد حكاية التيم جيتس عنده مشاكل لما يفيش لأنه هاد الأشياء مهمة جدا زي ما قلناها وتأثرة على الامبلانت بشكل كبير جدا. نتأكد انه ما عندوش اي تحتاج او اي شي قبما نبدأ موضوع او مؤثرة على الامبلانت. الفوتوغرافي من الأشياء المهمة جدا في الامبلانتولوجي طبعا هاي اول شيء اه طبعا الامبلانت انتستري اصلا بشكل عام هي شغلها ما بينك وما بين المريض ما بين التكنيشان لما يعمل لك التراكيب. هذه الصور ممكن تكون طريقة للتعبير او المتابعة بينك وبين التكنيشان ممكن تكون طريقة لتوصيل معلومة للمريض. طريقة لعمل ريكورد لنفسك. طريقة لعمل بربوغاندا لنفسك هاي كلها. فمهم جدا طبعا انك تعمل فوتوغرافينج. حتى طريقة احيان لاتبت خطأ او مشاكل. يعني في مرضى يعني بالبادئ عندها يقول يتبلوا عليك. يعملوا لك مشاكل وتثبتها بالصور السابقة. طبعا للأسف بعض الناس بعض الناس ما يعني انا شخصيا من الناس اللي والله يمضوا على الصور عندها مشكلة. واحاول اتغلب عليه. وفي بعض المرضى ما يقبلوش كمان انه يعني يعني ما يقبلوش انه يصوروا بالذات عندلك في مجتمعات الشرقية المغيقة شوية. تحصل فيما يمتظر الصور. لكنه واحد يحاول بقدر الامكان انه يعمل بقدر الامكان. اه طبعا زي ما قلنا اللي هي تعتبر طريقة عشان التعامل التواصل مع اللابراتوري. يعني اه في الحالات الاندونشولاس نقدر نختار الارانجمنت الشايد الميدلاين الفيرتكال دا يمين شان هذه الاشياء كلها. اه طبعا اه يعني حتى التواصل مع المريض نفسه. هذه الاشياء قال زي ما قلنا تكلمت عليها قبل شوية. بعد ما نخلص الاكسترا اوري ايجزامناشن والاشياء متعلقة فيه نتكلم عن الا انترا اوري ايجزامناشن. طبعا احنا لازم نشوف بشكل عام. بشكل عام الصحة العامة بشكل عام لل الفم للأسنان بشكل عام الهارت تيشيو. الهارت تيشيو هاد الاشياء كلها نبحصها. نشوف هال الوجود اي كلمنا عليه في الدياغنوزز لو موجودة اي براملنجنانسي. الهابس اللي موجودة كمان الاورال الهيجين الاكلوجين هاد كلها لازم كلها نشوفها اثناء ما احنا نعمل انترا اورال ايجزامناشن. البون داي منشان المطلوبة مهمة جدا في كل الهدي طبعا الاشياء اللي لازم نكون عاملين حسابها. اه طبعا الالفيرل البون لازم طبعا نقيسها مبدئيا طبعا هالا الكلام بالاشياء بعدين بالتفصيل. لكن حتى ممكن ان كنك اللي تحاول تشوف هل المنطقة اللي بتزرع فيها هل باي هل في امكانيا ان يكون معاك في من كل المناطق في بس سبيسات كافية. هل بتشوف انه ممكن نكون معانا من ملي الى ملي ونصف طبعا هي هذي في بعض ما راجع تقول ملي ونصف لكن اكتر ما راجع تقول انه على الاقل من البقل واللينجو يكون معاك ملي ونصف بالدبط من البقل. هل تقدر تحط بيد زرعة والسين ملي ونصف وبين كل زرعتين ملي ثلاثة ملي لانه هنا يعتبر انه ملي ونص من هنا وملي ونص من هنا. فهل معاك الفراغ الكافي هذا كميزيو ديستل بكلبون هذي الاشياء هل قادر انك يكون معاك مثلا سبعة ملي على الاقل بين الاسنان عشان تحط زرعة. هذا كله لازم نكون نقيم انه يكون نكلي قبل نقيمه وبعدين بالاشعة. اذا زي ما قلنا اقل شي اقل المسافة اه ميزيو ديستل سبيس لو بتحفز زرعتين هي بتكون اقل شي زي ما احنا قلنا اربعة عشر ملي للزرعة لو هي اربعة ملي. لو رجعنا هنا الخلف بنشوف هنا اربعة ملي وهنا اربعة ملي يعني احنا نقول ولنقول مثلا ثمانية ملي. هنا واحد ونص بين وبين السن. فبيكون هنا واحد ونص وهنا واحد ونص اذا ثلاثة ملي وهنا ثلاثة ملي ستة ملي. ستة ملي بالاضافة الى اربعة والاربعة ثمانية. اربعة عشر ملي اقل شي تعمله لزرعتين لعشان يكون الشغل الشغل المثالي. اوكي? طيب الانتر اوكروزل سبيس هذي من اشياء المهمة جدا واللي كان الناس ما يركزوش عليها خالص. كان يحس يحسب لك الاشياء اللي هي ميزيو باكل. اه ميزيو ديستل باكلينجو هذي الاشياء. وحتى اه انسايزو كلوزل. لكن ما يحسبش الانتر اوكروزل سبيس. يجي بعدين لما يجي يعمل الاشياء يحط الا ال 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 ما فيش مكان او ومعه مكان بسيط ثلاثة اربعة ملي. فاقل شي لانتر اوكروزل سبيس. لكن يكون لما لسنا الخلفية سبعة ملي. ولسنا الامامية من ثمانية الى عشرة ملي. اذا هذا الكلام اللي كما تكلمنا عليه قبل شوية. ممكن مثلا لو معي زرعة مثلا مع مسافة من ثمانية الاثنى عشر ملي زي ما انتم شايفين امامكم الان. ممكن احط زرعة خمسة ملي بس اهم شيء الباكلينجو اسمح لي. وبعدين لما حط الخمسة ملي فبيتعلق لي. لو معيان مثلا ثمانية ملي بيكن ملي ونص بملي ونص حلو جدا. لو معي عشرة ملي اثنين باثنين ونص برضو stressful جدا. لو معي واحد عشر18 behaviour ملي بيكون معي ثلاثة الى ثلاثة وشوية. فهذا مقبول جدا فهذا مقبول جدا انت مقبول انك تخلي لك شوية من القاتين من ثلاثة الى الثلاثة وشوية مقبول جدا بيظل آآ الشغل طبيعي ومافش اي مشكلة. لكن فوق الثلاثة والنص هنا تتحول الشغلة الى كأنه عملت. إذا في هذه الحالة اثنين امبلانت بس تكون على مقاب صغير اما اربعة او ثلاثة زي ما حسبناها قبل شوية او ثلاثة ونص على اساس تقدر تقسمها بشكل صحيح. نعود لنفس الكلام نكرر المعلومات عشان تثرت في الرأس. آآ من لي ونص بين الآآ بين كل بين السن والامبلانت. وثلاثة من لي بين كل امبلانت وامبلانت. لانه هذي يعتبر واحد ونص لهذي واحد ونص لهذي. اذا رهذا الكلام لازم نعمل في حسابنا دائما لما ناقي نقيس لامبلانت داخل الفم. طيب الهارد تشيو افولوشن مهم جدا زي ما قلنا لازم مبدئيا قبل ندخل في الامبلانت لازم نحس اول شي ممكن حتى بالامبلوشن ممكن باليد العادية احس الريج وحسها من فوق ونزل تحت ونزل لا تحت. اتأكد انه معي رج كويسة. آآ طبعا هذي مبدئيا اشوف ما فيش عندي عند دركات ما عنديش مشاكل كوين كافيتيز. آآ طبعا ممكن اعمال اللي هو البوم بامبينج البوم بامبينج ممكن عن طريق الادلة زي كده آآ الريج ماب آآ نعمل آآ نتأكد لانه حيانا يكون هالثيقرس للثة ثخينة. فبعدين برضو ممكن نعملها بدل الطريق ان يجين يقس هنا. نشوف مثلا كم آآ ثقن العظم لانه هذا يتخترق اللثة ويصل للعظم. وبيظهر لي بعدين بالمؤشر اللي موجود هنا لحبان بنشوفه بعد شوية. بيظهر لك كم ثقن العظم هنا. ما تقسش بس هنا قس كمان في الوسط وقس تحت. عشان تتأكد انه فعلا العظم ثخين الاسفل مش عامل آآ اذا زي ما قلنا احنا لازم نقيس لما نقيس البن البون آآ بشكل عام لازم نعمل بكل مكان. لازم نعمل بالهايت نشوف الهايت وكلوزه آآ بيكالي او انسازه وبيكالي عشان نشوف كم الارتفاع عشان نشوف الزرعة وبعده على لازم نشوف كمان معي عرض اللي هو ونتأكد لانه لازم يكون معي عرض كويس اللي هو لازم نعرفه. ومن حققت مهمة جدا انجوليشة لانه في ناس ما يهمش لانجوليش ابدا يجي يحط الزرعة بشكل عمودي وهي في زاوية ولما تيجي تحطها بهذه الطريقة يخرج لك من 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 اي مكان. فلازم بضل انجوليشن. وفي محاضرة اللي نزلتها انا في في القناتي على السي بي سي تي. قناة محاضرتين خاصتين بالسي بي سي تي. اتكلمت في المحاضرتين كيف ممكن واحد يقيس. وطبقنا في ورشة في على البرنامج برامج المشهور عندنا هنا. كيف ممكن واحد يقيس ويعرف كيف يقيس الويت والهايت وال واللينغ وكمان الانجوليشن على برامج السي بي سي تي. اه اذا الافايلبول بونهايت يعني طبعا الديستانس هي اللي اه زي ما قلنا المسافة اللي هي اه من الاول ادينشوس ايريا من كريست لحد الانتوكال لاندمارك. طبعا اكثر منطقة غالبا بلاقيها هي منطقة يحصل مجزر كناين اكثر منطقة اللي حصل فيها بون كويس. وغالبا اقل لمنطقة اللي اللاقي فيها هي منطقة المنديبولر تريس بريمولر منطقة يحصل فيها بون موجود كبير. وغالبا كمان بيكون معاك هنا في منطقة هذي اللي هو المنت اللوب اللي يعمل لك مشكلة ويمنع لانك لاجب تعمل معاك خمسة مين اللي يفرق بينك بينه من كل اتقاهات. فتكون دايما اقل لمنطقة اه ممكن تحط حصل فيها عظم للامبلنت. البون وث زي ما قلنا اللي هو نتكلم لكن نستخدم الاجهزة اللي زي كده الكليبر البون كليبر اللي زي كده اللي ممكن زي ما تكلمنا عنه هي نقيس لكم مسافة البون وث في المنطقة هذي نقيسه بكل الارتفاعات في كل الاتقاهات او هذي كده يعمل لك يعني اه تخطيط كامل المكان تشوف المكان هذا كام هنا الارتفاع وهنا وهنا في المنطقة هذي كلها او طبعا الان الحمد لله السي بي سي تي هذا الافضل الان اه انك طبعا خلاص تقيس بكل شي بالقياسات وصورة قدامك واضحة وفي حاجة نسميها الارتفاعات ونشوفها بعد شوية الارتفاعات احنا ناخد طبعا وبنقصها بعدين على الارتفاعات وبنشوف المنطقة اللي انا اشتي ازرع هنا بقص بالارتفاعات في المنطقة هذي وبعدين با با طبعا بكون قايس كم معايا اللثة اللي موجودة هنا وهنا وهنا بعد هذا الشكل وبنقص اللثة يعني مثلا انا هنا شايف هذي الارتفاعات اللي طيب اللي زي ما قلنا اللي هو في الميزيو ديستال دايمينشان طبعا الناس كتير برضو ما يحملش حسابها وبالذات على ما الاسنان يحصل لها دريفتنج اقل اقل شي لازم يكون معك خمسة ميلي على الاقل اقل حاجة في الاسنان الصغيرة زي الانسايزز او بريمولر ممكن تحشر فيه خمسة ميلي ولو انه مش المثالي لكن هذا اقل شي اه طبعا انقليشة مهمة جدا طبعا الايدي الانقليشة انت تحصلها في البريمولر عادة انت تحصلها عشرة دراجات في الفرنس مورو خمسة عشر في السيقن مورو تكون الزاوية اكثر والويدر رينجينك انت تقدر تعمل لحد عشرين ثلاثين دراجة لانه معاك في مقالل انك تعمل زاوية احيانا الرجل نفسه هي التفرض عليك الزاوية تيقي والرجل نفسه يلا بالكثير العافية تدخل الامبلنت يلا بهذا الدياميتر وتكبرك على هذي الزاوية طبعا لما انت مش قادر لعمل او غيرها او مش تأخره وبعدين طبعا لازم تعمل عشان تعدل الزاوية اللي دخلت فيها اه اذا زي ما قلنا انا لما اعمل لازم او لازم اتكلم على يعني على محورين كيف اعمل طبعا تكلمنا عن ان انا كيف احطها على مستوى على المستوى على المستوى الميزو ديستال وعلى المستوى لازم اعمل حسابات كلها واكون عارف انا في نحطها بالضبط اه اذا هذا الامبلنت تكلمنا عليه زي ما كابيكو اكلوزل زي ما قلنا لازم نكون يعني حاسبين المسافة ولازم نكون عاملين انه الامبلنت لازم تتحطى اللي هو اعلى الامبلنت هذا عند الكولر لازم يكون اثنين الى ثلاثة ميلي اه ابيكل او فوق مستوى السمنتو انيمن جانكشنز للاسنان المقاورة لانه هادي تكون على اساس بعدين لما يطلع تطلع زي اخواتها لك اللي تحطها على هنا بتكون على مستوى اعلى طبعا احنا نفضل دائما انك تحاول تخلى في في الوضع الوسطي اه لما تعملها فبداك تشوف حاجة نسميها بيكون في الامام معاك زي الحفرة هنا يعني تكون معلقة وعمل لك زي الكهف تحت التركيبة هالي تعمل لك طبعا مشكلة وتعمل لك تعمل لك اكل وغيرها اما لما موديها فهنا مشكلة طبعا كبيرة لما عملها لانها ممكن يحصل للباكل بلايت او الباكلبون وبعدين يعمل للزيشن ويظهر لي الميتل حق الامبلنت اه طبعا افضل حاجة انه يكون بالوسطي شوية رايح بلايت لي عشان نحافظ له على موضوع الباكلبون اه فنحاول نعملها اه على اساس اه على يعني اخر البلايت اللاين حق الاجسين تيه زي ما احنا شايفين هذا الان شايفين الديتشنج اللي هنا هذا طبعا زي ما قلنا عملها مور بكالي فزي ما انتم شايفين يعني هذا العظم خلاص ضعيف وبيروف معك مع الوقت وهذا عملها مور بلتالي شايفين هذا الديتشنج اللي حاصل هنا في هذا المنطقة فزي ما قايلين لازم يوحد يكون عامل حسابه لنعمل في مكان صحيح الميزو ديستال تكلمنا عليه قبل شوية لازم قلنا نعمل حسابنا اقل شي سبعة ميلي للزرعة 14 ميلي للزرعتين ممكن من ثمانية لاثناشر ميلي نعمل زرعة كبيرة لازم نعمل لنا حسابنا بالبداية مش نعمل حساب البكالي لننسى الميزو ديستال لانه حتى لو كان المسافة قابلة واحد ونصف ميلي ونصف ميلي بيحصل لي بول لوس في المنطقة الميزيال وعلى طول يتكول لي بوكتس حول امبلاد وبري امبلاد تايتس الكراو امبلاد ريشيو تكلمنا عليها وقلنا عليها من قبل قلنا انه زي ما في معانا ما في معانا اللي هي كراو امبلاد ريشيو قلنا انها ال ماكزموم اثنين الى واحد الروت اطول مرتين اه الاوبتيمم واحد ونصف الروت الى الكراون الى واحد المينموم واحد الى واحد برضو احنا نحاول ان احنا نحزود كراو امبلاد ريشيو بقدر امكان لو ما فيش معاي طول كويس ما عندش رتفاع كويس أحاول أعوض على هذه الكراون إمبلانت ريشيو بإننا أستخدم ديمتر أكثر أو عدد الزراعات أكثر طبعاً إحنا نقين يقيسها من أول إمبلانت مقارنة طول الإمبلانت مقارنة بطول الكراون إذاً هذه زي ما حتم شايفين هذه الآن عشان تقصد تحصب صاحة الكراون إمبلانت ريشيو شايفين من فين؟ من أول طبعاً إذا كان العظم في معانا طبعاً عشان نكون واضح لاهنا الكرينيكا الكراون إمبلانت ريشيو وفي معانا كراونريت الأمنات مقارنة ريشيو طبعاً هي زي ما نتكلم بنفس يتكلمنا بلذي ثاني محاضرة في البريو نفس اليمبعثة يجب في كرينيكا المث LA كري و şehدي الأشياء كؤانتوكا روت وهذه الأشياء. تكلمنا عليها هنا بردو من صلكلام. الكلينيكل كراون إمبلاد ريشيو هي تحتمد على الأفين العظم. يعني هذا القوتز يعتبر مع الكراون. العظم فيي مكوم، أم لافين واصل. أما أنتو بكال هذا نفس وهو الطبيعي. الكراون الحقيقي وأرى أنت الحقيقي. طبعاً، الي همكن كثير أنك أيش اللي هو الكلينيكل. لأنه هذا المنطقة فعلا المدعومة والتي تعتبر كأنها إمبلانت بينما هذه خلاص مش مدعومة وتحمل هذا القوز بيتحمل زي أو زي الكراون على الإمبلانت الباقي إذن الـ clinical crown implant ratio أهم من الـ clinical crown implant ratio طيب هذه الـ division of bone quality يعني هذه اللي هي التكلمنا عليها من قبل في المحاضرة السابقة أنواع العظمى اللي هو الـ type 1 dense والـ type 2 والـ type 3 والـ type 4 فزي ما احنا شايفينه الآن هو مقسم الـ density وفقاً لأربع شعب density D1 D2 D3 D4 وحتى جايب description وكيف الإحساس وفين المناطق اللي هي موجودة فيه وكم الحونسفيلد يونتس يعني الـ D1 هذا يقول لك زي dense cortical يعني زي ما انتم شايفين كثيف و cortical في نسبته عالية آآ شبهه بـ آآ بخشب اللي هو البلوت بقوته آآ الزي ما انتم شايفين أغلب المناطق أكثر شيء كنت من انترين مانديبول وتحصل الحونسفيلد يونتس حقه أكثر من 1250 يعني دنس جداً فيها cortical وفيه trabecular كمان لكن الكورتكل تحصله مور بورس والـ trabecular فيه أقل من اللي كان هنا آآ هذا طبعاً يقلك زي خشب الصنوبر الباين آآ آآ الابيض آآ طبعاً تلاقيه في الانترين والبسترين مانديبول كمان ممكن تلاقيه في الانترين مانديبول آآ طبعاً البسترين مانديبول أكثر منطقة لكن ممكن تلاقي شوية في الانترين مانديبول أو الانترين مانديبول من ثمامية وخمسين إلى 250 الـ D3 خلاص مور بورس والكورتكل ثن والـ trabecular اللي داخل حتى تلاحص راقوها إنها إيش إنها ثن يشبه بخشب البالسا برضو خشب أقل صلابة من الخشب البلود خشب الصنوبر وأغلبه هل تحصره طبعاً في الانترين آآ في الانترين آآ مانديبول وفي البسترين مانديبول ممكن تلاقيه كمان في الانترين وبسترين مانديبول مكن تلاقيه كمان في الانترين وبسترين مانديبول نحصل في الـ D4 أكثر وهذا غالباً طبعاً زي ما قلنا فيها نحصل خلاص إنه الكورتكل أقل ما يمكن والـ trabecular spongy زيادة وخلاص ضعيفة آآ زي ما قلنا الـ تبعه يعني من 150 إلى 150 ذلك هو الأضعف آآ طيب إذن يعني يقول لك أقل أقل شي إنه يكون معاك طول في الـ D1 أقل زرعات تكون سبعة في الـ D2 حاول ما تخليش أقل من تسعة في الـ D3 تهو طويلها بقد إمكان 12 والـ 13 والـ D4 أقل شيء 12 ما فوق يعني 13-14 لكن يقول لك لو أنت ملقيتش ممكن ممكن يعني توصل لحكاية إنك تعوض كيف تعوض الطول في هذا؟ إن إحنا نعوض طبعا بزيادة الـ Imblant Area إما نزود الـ Imblant Number أو نزود الـ Imblant هذه الطريقة إن إحنا كيف نعوض نزود لما يكون دنستي قليلة تنزيد D4 إحنا نزود الـ Imblant Area نزود إما الزراعات يعني ما نجح مثلا زراعتين أربعة أسنان على الزراعتين يجب أن نعمل كل لسين زراعة الـ Width نزود دول Width قد الإمكان نزود length قد الإمكان ندور الـ Designات اللي فيها شغل محترام فيها surface المحترام آآ كـ Surface و كـ Design طيب الـ Diagnostic Study Model هذو تكلمنا قم شوية عن الـ Regmapping بنتشوفه الآن بعد شوية طبعا زي ما قلنا لازم إحنا نعمل Study Model لها كاليستي تشخيصية أولة نشوف فين المناطق اللي نعمل فيها Imblant ممكن زي ما قلنا بعد إما نتكلم عن حاقة كثيرة في التشخيص كيف نسمي من الكست هذا آآ نثبتها على الـ Articulator نعمل لها وكس أب آآ نشتغل على أساس الـ نقيم الـ Space اللي موجود نشوف إلا في إيه مشاكل فآآ هذي مهمة جدا هذا هو الرج ما بلتكلمنا عليها قبل فشوية لما قلنا لو ما عنديش CPC ممكن نعمل إيش هاذا بهذه الطريقة آآ رج أنا حاش أشتيح حط زرعة هنا كيف أعمل؟ أنا الآن باقصه بالـ Trimmer هنا بعمل تريمينج في المنطقة هالي هذي منطقة بالزرعة وباقي أشوف هذي المنطقة الآن اللي قدامي هنا الآن هذي تمثلي الـ Ridge كلها الصوت مع الـ Hard يعني العظم مع الصوت طيب يا لبطول أنا كيف أعرف كيف أعمل كيف أخرج الصوت من الـ Hard؟ باقي هنا بعمل باقيس هنا وباشوف كم؟ ثلاثة ملي بالطبيعة طبعا في فمه باقيس باقي في فمه وأدخل طبعا تحت التخدير الـ Probe واقي شوف هنا دل ثلاثة ملي باقي أعمل هنا نقطة عدد ثلاثة ملي وبعدين باقي هنا بالنبكال وأعمل لنقطة ثانية وأعمل لي هنا هنا مثلا ثانية هنا هلاتها هنا أربعة نفس الكلام من الـ Lingual وبعدين باقي زي ما كنا نلعب زمان نوصل النقاط نوصل النقاط هنا فهذا بيبايل لي كم كانت معي الرجل اللي موجودة هنا فعليا كم اللي هي موجودة وأقدر اشتغل وقيس عليها لو ما كانش عندي CPC الأشياء اللي مهمة جدا لنشتغلها مهمة جدا يعني شي مهم عشان تقدر تقيس كم معاك الرجل المتوفر إذا ما عندكش CPC T CBCT برضو ممكن استفيد منه جدا لما أعمل طبعا هذا بأتكلم عليه إن شاء الله في المحاضرة بروستيك بس من الأشياء اللي حلوة جدا ممكن تحت تعملها في عيادة بنفسك يعني هذه عشان أنت من البداية تكون عامل حسابك لو عندك البداية مش شغال كويس الأول شي يشتغل أكاديمك مئة في المئة فبتقيه بزي الحلقة الدائرية الصغيرة كده هذه بتحطها على الكاس نفسه بتحط لك في المنطقة دي وهو لسا في ما حد تصله أنت تكون حاسب الزاوية ومعارف الزاوية تبعاك تكم وتحط هذه في المكان اللي بتزرع فيه هنا وهنا مثلا زرعتين بالزاوية الصحيح وبعدين لما تيجي تشتغل لما تيجي تشتغل بتحطه فوق الأسناد وبيبي يدخل معاك الدريل من غير ما يعمل أي ما تروح حدك يعمل ما شمال بدخل بالزاوية الصحيحة إذن تعمل زي ما احنا شايفين بالأشياء اللي تخليك تشتغل بشكل يعني أكاديميك جدا من غير أي أي بشكل أو أي خطأ إذن زي ما قدنا الهولز بيوقي لك البدريل وبتمشي بعدين وبعدين خلاص ممكن أنك تستمر فيه أو تبعده وتكمل الباقي طبعا في الإدنشلس بايشنس مش ضروري يعني لكن بشكل عام يعني لأنه ما فيش حاجة توقع كنا بشكل زي ما نكون معك برشيا لكن في ناس بيشتغلو في كل الحالات حالات زي ما انتم شايفين أشكال مختلفة للإسترشكال كيف هنا الهولد يدخل داخله وتحرك بنفس الزاوية نفس الكلام هنا ممكن تعمله في المعمل ممكن تعمله حتى أنت في نفسك لو عندك الحلقات هذه حاولتكم بتكونش تليينة بحيث إنه لو دخلت الدريل ميح ثراشية كمان هذا زي ما انتم شايفين زي ما قلنا قلتكم في ناس ممكن يعملوه حتى للكمبليت إذن الـ مهم جدا كمان إنه عارف الـ مهم جدا كمان إنه عارف الـ تبعي كيف كواليتي كوانتيتي كالوكيشن هل عندي في معي كريتنايز ما معنديش كريتنايز هل آآ آآ كل مكانت اللي التهيت آآ كل مكانت كريتنايز كل مكان إمكانية الزراعة والشغل اللي تحققك يكون أحسن من نسبة نقاحة كفانكشنار وكاستيك أحسن بكثير طيب آآ الناس اللي ما عندهمش ما فيش كريتنايز جنجبا كويسة ما هيش كويسة إذن ممكن تعمل لك مونتيشن فريك جنجبا غراف في المنطقة إزراحها في المنطقة حل المشاكل لو عندك هاي فرينا مشي لها على أساس تحل يعني في المستقبل ما يحصل لك جسجان في المنطقة أو يحصل لك بعدين بون أكسبوجر طيب إذن الكنسيدريشنس للسليكشن للنمبر أوف ذا إيمبلانتز لي كيف أختار عدد الإيمبلانتز زي ما قلنا قبل شوية أنا وفقا لنوعية العظم دينسيتي زي أنا ممكن لو عندي دي ون ممكن في الأمتر إريا فاقد أربعة أسنان ممكن أحمله زراعتين بالراحة وأحمل عليه أربعة لكن معي في البوستيرير مكزيلا وانت شايف الآن عمل نفسه إنه العظم سبونجي زيادة فلا أزود العدد الزراعات خليها أربعة عادية لكل سين واحدة لو كلما كان في كلوزر أكثر كلما كان تزود زراعة أكثر هل أنت بتعمل التركيبة هذي طبعا الفيكس تحتاج إنك تحمل أكثر يعني ممكن أنا لو بأمل زرعتين معي كفاية يكونوا زرعتين إلى ثلاث إلى أربعة وكثير لكن لو أنا بأعمل لي فكس فطبعا زي ما قلنا بتزود الزراعات أحيانا تصل إلى ثمان زراعات إذا كان في المكزيلا وستة في المانديموك أحد أدنى وممكن تزودها أكثر ممكن حتى تعمل الامبلانت لكل أو لكل سن أتقدت بعضها للسعر مهم جدا لأنه المارد ممكن يكون مش قادر يتحمل يعني يشتي عمل زراعات بس قادرية على زرعتين بتتحولوا على أوفردنشار أو أكثر حسب الخيار اللي موجود فينشيالي إذاً بشكل عام يعني لما في المانديموك أفردنشار فثنين إمبلانت في السنفيسيال إريا كافي حلو تعمل معه بار أو غير بار إذا معاك إكسرينكستيملي ريزوربت مانديبول فأربعة شورت إمبلانت بتغطيت شغلة هذي لما البون هايت أقل من ستة ميلي فنحتاج بون إقومنتيشان في المكزيري أوفردنشار طبعا لأنه المكزيري سبونشي أكثر فنحتاج أقل شيء أربع زراعات عشان نعمل أوفردنشار في المانديبولار والماكزيلاري فيكس بروسترينز زي ما قلنا أقل شيء نتكلم من ستة إلى ثمان زراعات هذا كحد أدنى زي ما احنا شايفين هنا في أربع إمبلانت عملها فوق ومعه بارف وهنا أربع إمبلانت هذا عشان بعدين بيحمل عليه يا إما بيحمل عليه في المنطقة هذي فقط أو بيعمل في المنطقة هذي أو بيحمل عليه أوفردنشار مع هذه الشريحة إن شاء الله ننهي المحاضرة الخامسة وهي الثانية في الدياقنوسيس يظل معانا المحاضرة الدياقنوسيس الثالثة اللي هي الراديقراتيك والمتكلم فيها على بشك كبير طبعا هذه المحاضرة بتحصلوها كمان فيها كوز كبير على سي بي سي تي ارجعوا لمحاضرة سي بي سي تي اللي هي موجودة في القناتي إن شاء الله بتفيدكم جدا فمحاضرة مفصلة جدا وهذي طبعا إلا ما أتكلم بشكل عام هنا طبعا هذه المحاضرة الآن أسجلها أنا في رمضان وعلى قبل دقائق من صلات من أذان المغرب طبعا ما أدريش متى بتنشر يعني أنا لسا نسجلها وربما تنشر بعد شهور أو بعد سنة أو أكثر الله وعلا من أن أنا ماشي بالتدريق البليو وبعدين الدياقنوسيس يعني بتدريق إن شاء الله ما أدريش متى بتنشر نتقبل الله صيامنا وصيامكم جميعا إن شاء الله نتمنى أن نكون قدمنا الفائدة والإضافة إن شاء الله سنستمر في باقي المحاضرات昨ين كتبنا لربنا الصحة والعافية إن شاء الله والعمر ونلتقي إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا